أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من Info Flavor النهاردة موضوعنا العيد كل سؤال انتوا طيبين طب هنأمل ايه بزمن الكورونا صحيح يعني احنا هنأمل ايه بزمن الكورونا وحنا عادين في البيت كده نتفرج على افلام؟ نتفرج على افلام ها نتفرج على افلام ايه رأيكم؟ نتفرج على افلام انزب الانترو يا بني موضوع النهاردة عن Motivational Movies يعني الافلام التحفيزية من الاخر احنا عاديم في بيوتنا فمش هنأمل حاجة غير ان احنا نتفرج على افلام طب ما تيجو نتفرج على افلام هاتفة شوية متعاودين من احنا عيالي صغيرين ان احنا كل عيد بيجي لنا دايما الافلام والمسرحيات القديمة اللي بتدينا جو الاحساس ان احنا في العيد لاشيه؟ هنبدأ الليسة بتاعتنا هنتكلم عن الافلام الامريكية انا عن نفسي انا اتفرجت على كل الافلام ديت فانا انا اتفرجت على الافلام كتير جدا لان انا بحب اصلا الفرج على الافلام فقررت ان انا اجمع لكم بلاي لست او اسامي لست كده من top 5 لافضل الافلام التحفيزية اللي انا شفتها في حياتي نبدأ الموتيفيشنال موفيز لست بتاعتنا بـ US box office اكبر الافلام التحفيزية اللي نزلت في ال US box office من وجهة نظري طبعا الليسة ديت علشان ديت من وجهة نظري انا شخصيا ممكن تبقى ترتيبها مختلف بالنسبة لك لو عملت جوجل سيرتش في الترتيب العالمي او لو انت بالنسبة لك انت بتفضل فيلم عن فيلم تاني فالترتيب ممكن يختلف من واحد للتاني نبدأ بالموتيفيشنال موفيز لست بـ number one في ال US box office فيلم The pursuit of happiness لويل سميث Pursuit of happiness بيحكي بكل بساطة عن اب وابنه وهم مشردين مراته بتسيب له البيت وتمشي بسبب الديون والضغوط المادية وقصة كفاحه ازاي قدر ان هو يوصل للاستقرار المادي ويوصل للنجاح وهو فرقبته طفل صغير لا يكاد يتعدى السبع سنوات number two عندنا في الليست هو فيلم The blind side The blind side ليساندرا بولاك بيحكي عن ولد من زاوية الاحتجاجات الخاصة جسمه ضخم جدا هادي ما كتوم في نفسه لكن الشارع والصحبة الوحشة كانت هتوديه لطريق لحد لما تعرف على عيلة من العائلات اللي هما بشرتهم بيضة وكان في الفترة دي كانت فترة التعصب ما بين البيض والصحاب البشرة الصمرة في امريكا اللي هما الـ African Americans والقصة بتاعت الفيلم بتدور حوالين تبنيها للولد دوت وقصة مثبرتها معاه وعيلتهم ويوقفة في ظهره وهم بيحاولوا يخلوه يوصل ان هو يبقى الـ American footballer يعني American footballer مشهور جدا في العالم لاعب من الـ American football شهير جدا في العالم لحد ما وصل ان هو دخل التاريخ number three عندنا في الليست هو فيلم Coach Carter لـ Samuel L. Jackson Coach Carter هو مدرب بسكتبول ومعلم في نفس الوقت الفيلم بيدور حوالين قصة كفاحه لفريق البسكت نفسه ان هو يحولهم لطلبة مجتهدين وفريق بسكتبول ناجح ويدخل بيهم بطولات في مقابل ان هما ما يعملوش جرائم ولا يخوا يمشوا في السكة ديت ولا يمشوا مع وراء أصحابهم وتجار المخدرات في السكة اللي ما يعني آخرتها ما فيش رجوع منها number four عندنا في الليست هو فيلم Invincible لمارك والبرغ الفيلم ده بيحكي عن قصة شخصية حقيقة على فكرة الأفلام كلها اللي انا ذكرتها لغاية دلوقتي كلها بتحكي عن شخصيات حقيقة وموجودة في التاريخ فعلا بيحكي عن فريق Eagles فريق Eagles دوت من أشهر الفرق الامريكان فوتبول برضو عن السبورتس نفس الكاتيجوري بتاعت السبورتس فريق Eagles دوت كان من أشهر المنتخبات أو الفرق اللي هي الامريكان فوتبول قاعد سنين طويلة جدا ما بيكسبش فضل الخسارة دايما هي العلامة المميزة ليه لكن جمهوره فضل مثابر معاه والشخصية البطل بتاع الفيلم بيبقى وقع في حياته في مشاكل كتير جدا لحدا ما بيوصل انه هو بيخش الفريق وبيبقى في سن ما حصلش في التاريخ قبل كده ان هو دخل حد في السن دوت كان سنه كبير وكمان دخل التاريخ بان هو قدر يكسر حاجز الخسارة بتاعت الفريق اللي بقالها سنين طويلة وقدروا ان هم يفوزوا بأول بطولة ليهم وبعدين قدروا ان هم يفوزوا ببطولات أكتر على مدار التاريخ نمبر 5 في الليست عندنا وده آخر فيلم معنا في الليست بتاعت اليو اس بوكس اوفيس هو The Wolf of Wall Street مين ما يعرفش The Wolf of Wall Street كل مصر بتعشى ليوناردو ديكابريو في الفيلم دوت الفيلم ده بيحكي عن قصة حياة شاب وصل انه هو بقى علامة من علامات Wall Street اللي هي البورصة الامريكية اشهر شارع للبورصة الامريكية في امريكا الفيلم ده بيحكي عن قصة كفاح وقصة نجاح وقصة لعب بالكلام والافكار بصوا في حاجات كتيرة جدا تتعلموها منها منها الواحش ومنها الحلو بس الاغلبية حاجات هتفيدكوا فعلا في الكاريرز بتاعت شغلكو والحياة خصوصا السيلز من الناس اللي بتشتغل في السيلز الفيلم ده حلو جدا صدقوني مش هتندموا ان انتوا تفرجوا علي تاني وتالت ورابع كده انتهينا من لستة الافلام الامريكية نخش على لستة الافلام الهندي لعشاء الافلام الهندي ومشاهدين الاناث البنات السيدات اللي بيحبوا الافلام الهندي افلام بوليوود نومبر وان عندنا هو ثري ايريوتس لامير خان القصة بتحكي عن ولد بيكاد يبان يعني ان هو عنده من زاوية الاحتياجات الخاصة لكن هو مش من زاوية الاحتياجات الخاصة بالعكس ده هو من ازكى وانبغ الطلبة اللي ممكن تشوفه في حياتك وبيعشق حاجة اسمها الدراسة وبيعشق حاجة اسمها تعلم وبيحب ده من يتعلم بطرق غير تقليدية الفيلم بيدور في اطار كوميدي جميل جدا ولو اتفرجتوا عليه صدقوني مش هتندموا ومش هتبطلوا ده حتى وعندنا في البوليوود لست هو فيلم تشاك دي انديا الفنان العظيم ومحبوب الجماهير والملايين من السيدات المصريات هو شارو خان الفيلم انا بيحكي عن كابتن فريق الهوكي الهوكي العادي مش الايس هوكي في ان هو رمى بطولة العالم بالضربة الجزاء الاخيرة للماتش بسبب الضغط عليه من سلطات اعلى منه وبسبب كده هوت الهند البلد كلها نبزته وطلعته واصمة عار في تاريخ الهند والرياضة وكان واخد قرار يعني وصلتهم لمرحلة ان هما سابوا البيت هو والدته واخد عهد على نفسه ان هو يرجع لبيته تاني فوست اهله فوست عيلته وهو رافع راسه وتتفرجوا بقى على تاريخ حياته وهو بيقرر ان هو يبقى مدرب فريق الهوكي للسيدات وساعتها كان الهند ما عندهمش اصلا غير منظمة اسما فقط لفريق السيدات لكن ما كانش فيه فريق ناجح فعلا بيخش بطولات عالم او كأس عالم وبيكسبها او حتى بيعدي تصفيات فيها نمبر ثري في البلاي لست ويمكن ناس كتير جدا هتقول لي يا تايمور ازاي الفيلم ده نمبر ثري انا بالنسبالي الفيلم ده نمبر ثري فعلا لان مع انه نمبر ون بالنسبالي على مدى التاريخ للافلام الهندي لكن هو نمبر ثري فالليستة ديت لان انا بدور على الموتيفيشن اكتر من الدراما والفيلم ده انا بعتبره دراما اكتر من هو موتيفيشنال مع ان فيه رسالة موتيفيشنال جميلة جدا ومن اكبر واقوى الرسائل اللي في التاريخ وهي الاسرار والمثابرة على اللي انت عايزه هو فيلم ماي نيمس خان للفنان برضو شارو خان كل الناس عارفة قصته لكن انا واحد من الناس مبزهقش من الفرج عليه وبنصحكم انتو تفرجوا عليه تاني مش محتاج ان انا نحكي قصته يعني تاني كلكوا عارفين نمبر فور في الليست عندنا هو فيلم ايرليفت ايرليفت بيكلم عن الجالية الهندية في كويت لما المطارات كلها اتضربت وتقفلت وما بقاش فيه طيران ازاي الجالية الهندية بالتعاون مع فرض واحد فقط من الجالية اللي قدر ان هو يحافظ عليهم ويمنعهم من ان يحصل لهم اي مكروه ويوفر لهم الاكل والحماية ولغاية لما وصلوا ان هم عدوا الازمة وقدروا يرجعوا البلدهم تاني الفيلم في رسالة جميلة جدا وفيه بجد بجد روح جميلة بتدل على ان انت مهما عانيت ومهما حصل كمل على اسرارك هتوصل في الاخر للنتيجة اخر فيلم في الليست نمبر فايف عندي هو فيلم لاميتاب تشان هو فيلم بلاك وده من افضل الافلام اللي شفتهم في حياتي بعد شاروخ خان ويمكن يكون في نفس المرتبة بالضبط بالنسبة لي مع شاروخ خان مع ماي نيمس خان الفيلم ده بيحكي اميتاب تشان بيتكلم عبارة عن معلم بطرق غير تقليدية بيصر ان هو يعلم طفلة عمية اصلا بيعلمها كل ما يملك من علم لحد لما بيوصلها ان هي كانت هي بعد ما كانت فقدة الامل ان هي تتعلم او تعمل اي حاجة او تعيش حياة طبيعية ووصلها ان هي بقت استاذة ودكتورة وخدت شهادة بعد عمر طويل فيلم قمة قمة في الروعة نيجي الاخر حاجة في الليست عندنا ودي سبتها للاخر علشان انا بصراحة ما عنديش خبرة كبيرة قوي فيها لان ما بحبش اتفرج على النوعية من الافلام ديت هي الافلام التركي ها التركي مهنان مهنان نمبر وان عندنا في الليست بتاعة الافلام التركي هو فيلم ميراكل ان سيل نمبر سبن بالتركي بصراحة ما عرفش اسمه فخلوني اقرأه احسن لان انا مش عارف نطقه ويمكن ما عرفش انطقه صح هو بصوا اول اسم هو ماليش دعو ماليش في الافلام التركي بس ده صدفت بالصدفة البحث ان انا شفت لقطات منه وانا قاعد مع شخص ما والفيلم دوت من اول لقطة شفته فيها قلت له ده نسخة طبق الاصل من فيلم اي ام سام بس ده النسخة التركية وطبعا حطوا التوتش الدرامي التركي عليه غيروا طبعا في القصة تماما لكن المضمون بتاع القصة هي هي نفس الفكرة اب معاقدة هنيا بيحاول ان هو يوصل ان هو يعيش بقية حياته وياخد الحضانة بتاعت بنته ويعيش هو معاهل يربيها ويعني بيتكلم عن العلاقة ما بينهم هو فيلم الدرامي وتحفيزي في نفس الوقت بس هو الدرامي اكتر نمبر 2 عندنا وده اخر حاجة عزروني انا ماليش في التركي فهم ليكوا عندي هما فيلمين بس هو فيلم فاتح 1453 فاتح 1453 او الاسم الاخر ليه بالانجليش لان هو مدبلغ برضو للانجليزية فيلم اسمه باتل اوف امباييرز الفيلم ده بيحكي عن قصة حياة محمد الفاتح سلطان محمد الفاتح وايه الاسباب اللي كانت في حياته اللي قدت لقراره وحلمه ان هو يفتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول حالياً وفي الاخر نجاحه لفتح القسطنطينية شكراً يا شباب كل صانت طيبين وشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة